سمعنا عن خبر له علاقة بالقطعة البحرية ديفورا ماذا حدث؟ ولدينا بعض الصور ممكن أن نشوفها نعرف أكثر عن هذا الموضوع إذا سمعت تمام فان ديفورا أولاً هي إسرائيل تمتلك منها عشر قطع بحرية وهي موجودة في موانئها العسكرية اللي حصل الأول عن الحادث فيه في إجراءات الصيانة مع تجربة المحرك وتشوف أعلى قدرة له فبتحدث دخان عالي دخان عالي في ظروف الحرب يجذب أنظار سواء المدنيين البسطاء طبعاً والإعلاميين بشكل رئيسي إلى ما أعلنته إسرائيل في الحقيقة قالت هو السيانة ما بعد السيانة أو أثناء إجراءات السيانة الصالح عمره يمكن في المطور زي ما بنسميها يعني إعادة القوة للمطور مرة أخرى هي تمتلك عشر قطع بحرية منها تعتبر لنشاة مرور صحالية يعني بتمر السواحل خاصة بالاستطلاع والتعامل مع الأهداف السريعة اللي بعد ومعدي إذن حضرتها نشوف الصور اللي بعد طبعاً فيها المدفع يرمي 20 ميلي فئة نير رشاش برضو نص بوصة مع تقتنشر سبعة من عشرة ميلي اللي بعدها المدى المدى إحنا هنا بسميه المدى التكتيكي للمي 560 ميل بحري 560 طبعاً ده كافي جداً هذا كافي جداً للسواحل البحرية الإسرائيلية شو نقصد بالمدى هون المدى التكتيكي بعد أن نفهمها تماماً فاند أن المعدة سواء سفينة دبابة طائرة أي أن كان قادرة على تنفيذ مهمة كالية وعمق عفوا نفاند بالمدى أقصد لا لا أنا جائل حضرتك بقى أن تذهب وتعود بهذا المدى 560 ذهاب وعودة ذهاب وعودة ذهاب وعودة يعني منحكي مدى تكتيكي لو تكتيكي 280 كيلو ذهابا لو كان مدى تكتيكي المدى العام ذهب فقط وليست لمهم قتال أن القطع البحرية أو الطائرة أو الدبابة قادرة على السير بفول تانك مثلا بالوقود والاحتياط الوقود التي معها حتى أقصى مدى كاسي بسما قلت تكتيكيا في فرق بالمدى التكتيكي والمدى التنفيذي أو العملي هو المدى التكتيكي هو المدى العملي القتالي القتالي يعني يتنفذ عملية وتعود وتعود دي أهم شيء وتعود مرة أخرى أدي حالك مثال برضو مشابه لي المدى والمدى المؤثر في الزخيرة يعني أقصى مدى مثلا مثلا نقول الإسلاح معين ثلاثة كيلو الطلقة لكن ما تقتلش بالضبط كل ما عبر عدة المسافة تخف تأثيرها طب هاي القطع البحرية عادة ما الذي يتصدى لها من الأسلحة وكيف تحمي حالها طبعا الدرونز سواء الجوية أو المسايرات البحرية تؤثر فيها بشدة السواريخ السطح السطح أو البر السطح زي سواريخ نور الموجودة مع حزب الله السواريخ الموجهة إذا كانت قريبة يعني تخالي وصواريخ موجه مضاد للدبابات على سبيل المثال لأنها في النهاية قطعة ويمكن أن تخترق أو لو جات في المدفع هتعطبه أو في الأجهزة الرؤية التي يحاوله فهي لأنه زورق إلا أنه بيحميه أيضا سرعته والودي أجهزة رادار والودي يعني ما يمكنه من حماية لكنه عادة إذا كان بيحارب في معركة بحرية يعني متماسلة مع عدو متماسل فبيبقى ضمن تشكيل بحري يقدم له الحماية الجوية والبحرية وتحت البحر طيب نستكمل الحوار بعد فاصل قصير ثم نواصل طبعا باقي الموضوعات المتعلقة بتطورات هذا اليوم بغزة في برنامج استراتيجي أكونوا معنا